متفق عليه ما يخفيه الغرب أو يعلنه تجاه نظام طهران ولا جدال في أن تغضب أمريكا وأوروبا لكل من يحسب على دفتر إيران تلك معضلة كبرى على طاولة حكومة السودان المنبثقة عن الإطار التنسقي المقرب من إيران معادلة تريد حكومة بغداد تحرك مكوك الجولات الخارجية لمحوها من قناعات عقول المسؤولين في الغرب سيما بعد أن وثقت صحف عالمية ارتباط ما يحدث من تدهور في سعر صرف الدولار مع متانة علاقة الحكومة العراقية بالنظام الإيراني وهو ما يجب بحسب محللين أن تعمل الحكومة على نفي إثباته تحديدا بتمتين الصفوف الأمنية مع واشنطن التي لازالت تفتح أوراق خطة استراتيجية بدأت بكتابتها مع حكومة بغداد السابقة مصادر مسؤولة أفادت بزيارة قريبة إلى فرنسا يجريها السوداني لبحث ملفي الأمن والاقتصاد الأكثر أهمية في تفاصيل وعود منهاج حكومته ومدى إمكانية الخروج من عبائة التصور الغربي لتحقيق مواعد به السوداني للمواطن العراقي جولة مرتقبة صرحت بها سفيرة أمريكا لدى بغداد أيضا ستجريها الحكومة إلى واشنطن بعد حراك فاعل لوحظة في الأوينة الأخيرة حول اللقاءات الأمنية مع حلف الناتو من جهة وملف وجود القوات الأمريكية التي تمسكت به الحكومة وعاصفة الدولار ورقابة الفيدرالي الأمريكي لتجاوز قصة التهريب التي تحاول من خلالها طهران مواجهة العقوبات الأمريكية الاقتصادية والغربية على حساب العراق إذن وبحسب المتابعين لعلاقة العراق بالعالم الغربي الذين يرون أهميتها بعد أن انتشرت رائحة المعلومات التي تحدثت عن وجود تمرد الميليشيوي يعمل لأجندات إيرانية بعد يحرج ويؤثر عمل الحكومة العراقية من نواحي أمنية تمثلت بإطلاق مصيرات على قاعدة أمريكية ومن ناحية اقتصادية تمثلت بمساهمة ميليشيات مسلحة في تمريد الدولار إلى طهران اشتركوا في القناة